أزمة أمنية غير مسبوقة في السويد والأجور الحقيقية تسمر في تراجع ووسط الحديث عن اتفاقية تيدو محدثة فإن تفاعلات أزمة حرق الكتب الدينية تشهد تطورات جديدة إليكم التفاصيل هذا الفيديو برعاية ليبا برود أجود أنواع الخبز الشرقي في دول الشمال خطوط الملكية الأردنية نحلق معا نايل إير شركة طيران المصرية الرائدة كاملة الخدمات أهلا بكم صرح رئيس الوزراء السويدي أولف كريسرسون بأن الوضع الأمني في البلاد هو الأكثر خطورة منذ الحرب العالمية الثانية كما أعلن كريسرسون عن بدء العمل على تحليل الوضع القانوني الحالي في البلاد مع النظر في تنفيذ إجراءات تعزز الأمن الوطني وفي السياق ذاته أجرى كريسرسون حوارا مكثفا مع رئيسة الوزراء الدنماركية ميتا فريدريكسون وصف خلاله سويد ودنمارك بأنهما أكثر ديمقراطيات سلامة في العالم فيما أكد على الحاجة لاتخاذ إجراءات لتعزيز قدرات البلدين على مواجهة التهديدات أظهرت بيانات جديدة من معهد التحكيم السويدي تراجع الرواتب الحقيقية في السويد بنسبة 2.7% في أيار مايو مقارنة بالعام الماضي لكن هذا الانخفاض أقل حدة من الفترات السابقة ووصف عدد من الاقتصاديين العام 2023 بأنه عام ضائع للاقتصاد السويدي والرواتب التي لم تتمكن من اللحاق بمعدل التضخم في النصف الأول من العام وقد بلغ معدل التضخم ما بين 8% و9% وقال بيتر هيلبرغ الاقتصادي الكبير في معهد التحكيم تم التخفيف من التضخم شهرا بعد شهر خلال الربيع وعلى الرغم من أن زيادات في الأجور كانت أعلى من السابق أدى ارتفاع الفائدة إلى تقويض الأجور الحقيقية بشكل أكبر بين العمال الذين تتزايد تكاليف القروض العقارية لديهم تسمر تفاعلات أزمة حرق الكتب الدينية في السويد ونتيجة لحوادث حرق القرآن في السويد ودنمارك تم استدعاء وزراء خارجية 57 بلد إسلامي لاجتماع استثنائي جرى بشكل رقمي وبرعاية منظمة تعاون الإسلامي يوم أمس الأثنين وفي هذا السياق قال محمد فضل هاشمي أستاذ اللاهوت والفلسفة الإسلامية في جامعة أوبسالة لراديو السويد المبادرون لهذا الاجتماع يريدون أن يظهروا جبة متحدة من البلدان الإسلامية وقد يكون هذا ضربة قاسية للسويد على المساوى الدبلوماسي ودولي من وجهة نظره وتجدر الإشارة إلى أن منظمة التعاون الإسلامي كانت قد قالت منذوب سويد في وقت سابق من هذا الشهر وطالبت باتخاذ إجراءات تشريعية لتجريم الإساءة للقرآن أكثر منصة الأخبار الرسمية والأكبر في السويد أظهرت التقارير أن حزب ديمقراطي وسويد الأزه قد صوت عكس الحكومة فيما نسبته 34% من الاقتراعات في البرلمان منذ الانتخابات الأخيرة ووفق صحيفة داجنس نهتر السويدية فإن الديمقراطي وسويد والحكومة صوتوا بشكل متطابق في قضايا الدفاع والميزانية أما الخلاف الأكبر فقد كان في القضايا التي تمت مناقشتها في اللجان المرورية والاقتصادية هذا وأخبرت ليندا لندبيرغ زعيمة حزب الأزه الصحيفة أن الحزب يتفاوض حاليا على يعداد اتفاقية تيدو محدثة ووفقا لها سوف يؤدي ذلك إلى المزيد من الاتفاق داخل الكتلة اليمينية